الى ان نأتي اعزائي الى البحث الاخر وهو المهم وهو انه هذا الكتاب عندما تقرأه من الاول الى الاخر تجد ان موقفه من الصحابة ايجابي او سلبي ما هذا الواضح صاري ولا? هذه من المفاتيح انت تستطيع ان تعرف ان هذا الانسان مؤدلج بالاتجاه اليف او مؤدلج بالاتجاه باء عزيز انت عندما تقرأ كتابا بقراءة تقرأ كتابا مكتوب بقراءة سنية او سلفية تجدوا ولو رواية واحدة فيها طعن للصحابة تجد ولا تجد مع انه كتب الحديث مملوءة ولكنه اذا نقلت تلك الاحاديث تنقلب بروح التأويل والتوجيه وووو الى غير ذلك اما هنا عندما يكتب كتاب في سيرة النبي وفي علاقته مع اصحابه تجد بانه تقرأ هذه العلاقة علاقة ما هي علاقة خوف من اصحابه علاقة نفاق اصحابه علاقة انه كان يحذر من اصحابه علاقة ان هؤلاء كذا علاقة انه التفي جيدة مع انه في بعض النصوص الموجودة حتى في مصادر مدرسة اهل البيت تجد انها فيها مدح ماذا للصحاب فيها بعد ايجابي في الصحابة ولكن مع ذلك انت ماذا تفعل ها تؤولها او لا تقرأ انتو ارجعوا بيني وبين الله الى الصحيفة السجادية تجدون ان ان الامام السجاد كثيرا ما يمدح من يمدح الصحاب ان هؤلاء بذلوا اموالهم بذلوا نفوسهم اعطوا كذا اعطوا كذا السؤال لماذا لا نقول هذا الكلام نحن في ادبياتنا لماذا لا اقل ان الصحابة الذي كانوا في عصر رسول الله اذا الان ما رد اتكلم بعد رسول الله هسا بعد رسول الله صاروا مرتدين صاروا منافقين صاروا كفار ولكن في عهد رسول الله هؤلاء كذا وامدحوا الصحاب واستثنوا قولوا الاصل فيهم الايمان التقوى وهذه ايات القرآن الكريم مدحهم او لم يمدحهم يبايعونك تحت الشجر جيد جدا هسا في هؤلاء الذين بايعوا تحت الشجرة يوجد خمسة يوجد عشرة يوجد عشرين من المنافقين لا ينبغي ان نضع خطا احمر على كل الذين بايعوا تحت الشجرة ما ادل واضح ولا ولكنه لان الثقافة الموجودة والقراءة الموجودة قراءة سلبية اذا الصحابة اذا لابد ان يوضع عليهم ماذا الاصل فيهم النفاق والارتداد وعدل من الايمان وهو الى غير ذلك لهذا يقول